أحدث كثيرة وقعت اليوم. بداية تقرير الأمير العام للأمم المتحدة كينكشف وفعلا كما توقعنا سابقا كي يحمل ضربة قوية نظام العسكر والمرتزقة دياله. هذا الأمر هذا غد يحاولوا يخبعوا عليه بطبيعة الحال بقرار محكمة العدل الأوروبية. لكن ما غدش تخليهم يفرحوا بزاف وغدينكشفوا معطيات حصرية على هذا القرار هذا وما استفادت منه المملكة المغربية. هذه الأخبار الأولى اللي نبدو بها الحلقة ديالنا. أما في الأخبار المولية فقدين تحدثوا على دول الاتحاد الأوروبي اللي كتفتح فرصة مهمة للمملكة المغربية بتصويت ديالها على واحد القرار. أخيرا نختم الفيديو ديالنا بالإعلام المصعور ديال النظام العسكر واللي كيستغل كل كبيرة وصغيرة لمحاولة شويه صورة المملكة المغربية فنحن له بالمرسة. هذه الأخبار ديالنا اليوم إليك تحب مكتب المواضيع بقمعنا للآخر بشتعرف التفاصيل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناتكم قناة المهاجر مع سوفيا المرزوقي. أول شي جمعة مباركة للجميع كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم على الحضور ديالكم دائم معنا في هذه القناة لكن صراحة الإخوان في هذه الأيام هذه بالضبط وفي هذه اللحظات هذه كنعاود نأكد لكم مرة أخرى أن الدعم ديالكم أساسي من أجل الاستمرار. علاش لأننا كنتعرضوا لحملة شريسة حملة ممنهجة علاش لأننا كنبطلولهم كل الأفراح ديالهم الوهمية اللي بغيين يصوروها للناس وكل ما يريدون يعني تشويه صورة المملكة المغربية به. بدأوا على بركتي للإخوان بأول خبر في هذه الحلقة هذه. وهناك ما قلت لكم هي الأخبار تتسارع والمواضيع تتسارع. هناك يعني تقرير ديالأمين العام لأم المتحدة اللي خرج للضوء والمعاني دياله وشنوك يحمل. التقرير هذا اللي كيسبق طبيعا الحال قرار مجلس الأمن لسنة 2024 اللي غدي يكون أواخر هذا الشهر هذا. وركزوا معي مزيان على الوقت على التوقيت بالضبط يعني حكم محكمة العدل الأوروبية توقيت كذلك زيارة ديمستورا لي وخيمة تندوف توقيت شنو جاي على شتهد شي هذا قبل بطبيعة الحال من قرار مجلس الأمن. وغدي نقولوا يعني صراحة الإخوان أن الكابرانات صرفوا أموال طائلة وما زال غدي يصرفوا أموال طائلة. أنا كي يعني يتير يعني الاهتمام ديالي ويتير الفضول ديالي هو بعض القطيع اللي كي يدخل هنا يسب في نوع عير وش ما عارش بأن أموال طائلة تسمشي من ناتج المحلي الخام ديالك انتا وديال تريكتك فاش في مواجهات المملكة المغربية. في الوقت اللي المغرب بغول لك رهو كي سجل انتصارات وانا غدي نشرح لكم الإخوان اليوم يعني شفنا وطلعنا على التقرير ديالأمين العامل الأمم المتحدة غدي نفهموه طبيعة الحال علش غدي يحاولوا يبينوا ولا يغطيوا على التقرير ديالأمين العامل الأمم المتحدة ويبينوا فقط الحكم ديال محكمة العدل الأوروبية اللي كان باين قبل وقته. كان نظن أن البارح في مباشر قلنا هاد القضية وسبق الأمر حتى وزير الفلاحة الإسباني الويست بلاناس وخرج قال لهدوك اللي كي حاولوه يضربوا العلاقات ما بين إسبانيا والمغرب رهو قرار محكمة العدل الأوروبية لاني يغير من الأمر شيء والعلاقات غدا يسبقها لو أكثر قرار محكمة العدل الأوروبية من الآخر باش نجيكم من الآخر الإخوان فتح فرصة مهمة للمغرب وغدي نقول لكم شنو هي بالتفاصيل اللي قبل من دوزول هاد الفرصة هادي نحبطو يعني الأخبار ديالهم ده يلا بي لمشي تشوفوا الصحف ديالهم والأقلام المأجورة والصحافة الصفراء ديالهم يلا بي تشوفوها وتابعوها شنو هات يتلقوهم انتصار كبير على المغرب بحكمة العدل الأوروبية على هكين شيء شديد محكمة العدل الأوروبية وقالتها شحالها دي شكل استنف سنفة إسبانيا وش المغرب يستنف القرار المغرب قل لهم المغرب النهار اللي يخرج لحكم ديال محكمة العدل الأوروبية قال لهم أنا مع القضاء انتهى الأمر قلاء القضاء انتهى الامر مغريب تفتحت لي فرصة مهمة جدا فضل اللحظة هذه وغلي نشوفها كما يجب لكن قبل خليونا نشوفه القرار ديال انطونيو جوتاريس اللي جاب بمثابة صفعة بمثابة التربة القاضية بمثابة علش الاقلام المأجورة ديال الجزائر فضل اللحظة هذه ما اتطرقتش القرار ديال مجلس الامن نقولكم علش الاخوان لانه كيدكر جزائر 16 مرة لو كتر من انه كيدكر الجزائر كيحط نقط مهمة جدا كونوا على يقين الاخوان تقرير هذا العام هذا فالتقرير ديال السنة الماضية فبطبعة الحال غدي حاولوا يقل صند ضرر على قدر المستطاع واش غدي تقدر جزائر ما زال تدفع البوليزاريو الجدار العازل ما تقدرش انتهى الامر نشوفه التقرير اشجر فيه وكل التفاصيل من بعد عاد ندوز نشوفه قرار محكمة العدل الاوروبية او الاقضاء حكم محكمة العدل الاوروبية في تقريره لسنة 2024 حول السحراء الذي قدمه قبل تصويت المرتقب لمجلس الامن على قرار جديد بشأن الملف ابرز الامين العام للامم المتحدة النجاحات الديبلوماسية الاخيرة للمغرب لسيما بعد التغيير الكبير في موقف فرنسا كما اشار مرة اخرى الى الجزائر باعتبارها طرفا في النزاع واعربة عن اسفه لانتهاكات حقوق الانسان في مخيمة تندوف هذه جديدة انتهاكات حقوق الانسان في مخيمة تندوف وكذلك لعدم تمكن بيعثة المينورسو من العمل هناك 16 مرة هذا هو عدد المرات التي ذكر فيها الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتوريس الجزائر في تقريره الاخير حول الوضع في السحراء الذي يسبق تصويت المتوقع لمجلس الامن في نهاية شهر اكتوبر الجاري والذي سيتمخض عن قرار جديد اللي كانت تضره اواخر اكتوبر بالنسبة للدولة تزعم انها غير معنية بالنزاع بينما تدعم وتمول وتسلح وتمثل البوليزاريو فان هذا العدد كبير ويؤكد اذا كانت هناك حاجة الى تأكيد اخر ان الجزائر هي الفاعل الرئيسي والبوليزاريو هو المفعول به فالقضية هذه في هذا الملف وان عليها تحمل مسئوليتها بدلا من تأجيش الصراع من بعيد او عرض قناة اي افاق للحال هذه رغي البداية الاخوان رمزل سوف نزيد نتعمقه في هذا التقرير الذي حصلنا على نسخة منه وهي اخر صيغة اللي ستدوز بطبيعة الحال لمجلس الامن المؤرخة حديثا يبدأ انطونيو قوتيريس بالاشارة الى التوترات المنخفضة الحدة المستمرة على طول الجدار الدفاعي وغياب تقدم في العملية السياسية لحل النزاع هنا قال جوجي حويجي مهمة جدا اصلا التوترات المنخفضة الحدة اللي هما كيروجوا لها حرب شقال التقرير قال مجرد قذائف كتجي في الخلاء واضطرون المغربية حارصة ذيك المنطقة هذي كاملة وما كنش لك يقدر يعتبها ووصفها بالمنخفضة الحدة يعني قاعدك تمتيل ذيالهم اللي كيمتلو تربو لهم في الصفر ومستمر على طول الجدار الدفاعي وغياب تقدم في العملية السياسية لحل النزاع غياب تقدم شكل مسؤول عليه هذا هو اللي بغينا نعرفه قبل ما نشوفه لمن وجه التهام لأن هذا التهام واضح قبل ما نشوفه لمن توجه التهام نشوفه كيف يشتحدث على النجاحات ديال المغرب الموثقة في غضون ذلك يسرد غوت الرئيس أن المغرب يواصل تحقيق النجاح سواء على الصعيد الدبلوماسي أو التنموي ويستذكر خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في السنوان بير الماضي حيث شارك الملك رؤيته بساحل أطلسي باعتباره بوابة التجارة بين إفريقيا والأمريكياتين مما يساهل وصول دول الساحل إلى محيط الأطلسي وكما قلنا لكم هذه كانت النقطة السوداء لسنة يعني أواخر سنة 2023 وسنة 2024 لنظام الكاميرانات من السنوان بير وهي نقطة سوداء وهذه النقطة السوداء فضحات نظام الكاميرانات في المنطقة كما قلنا كانت حركة ذكية جدا من طرف المغرب كما يصلت الأمين لعام الأمم المتحدة الضوء على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلا الملك محمد السادس في سعود يوليوز وهذا اللي قلنا قلنا أن قرار دي المجلس الأمن القادم سيبني على الرسالة طبيعة الحال ديال الرئيس الفرنسي والتي نشرت في 30 من الشهر نفسه أكدت فرنسا في هذه الرسالة أن الحاضر والمستقبل السحراء يقعان ضمن إطار السيادة المغربية وأعاد ماكرو التأكيد على أن هذا المخطط هو الإطار الذي يجب أن تحل في إطاره هذه القضية مشيرا إلى أن دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في سنة 2007 واضح وثابت وأكد أن هذه الخطة تعد الآن الأساس الوحيد للتوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وهضروا الأقلام المجهورة على هذا شيء هذا فر الصحافة الصفراء ديال كرغالستان ما يقدروش ما يقدروش يذكروا القرار ديال أمين العام للأمم المتحدة ما يقدروش قالوا مغير يديروكي في إسرائيل ويعلنوه شخص غير مرغوب فيه في الجزائر وأشار أنتونيو بوترريس أيضا إلى افتتاح قنصولية عامة للتشاد في الداخلة في 14 وشت وهي البيعثة الدبلوماسية 29 في الأقاليم الجنوبية لو أكثر من ذلك السيد عمر هيلال مؤخرا بشرهم بأن القنصولية رقم 30 قادمة لا محالة وأوضح أنه على الرغم من المبادرات المغربية في تطوير البنية التحتية ومشاريع التاقة المتجديدة لم تقدم لا جبهة البوليزاريو ولا الجزائر أي ردود عملية فكل ما قدمه كان احتجاجات عقيمة ضد مشاريع تساهم في تحويل ما كان يعتبر منطقة نزاع إلى حل يساعد على فق عزلة عزلة الدول الساحل وخلق ممر بحري بين غرب أفريقيا والقارة الأمريكية ما هو هذا كلام هذا الإخوان ما هو الحلول اللي قدمت الجزائر لهذه المنطقة والمفعول بهم البوليزاريو الفاعل و المفعول به هكذا نسميوهم هذا جزائر الفاعل والبوليزاريو المفعول به ما من حلول قدمه ما قدمت أشي حاجة في ظل بنية تحتية حقيقية وحلول حتى الدول الجوار حتى الدول المنطقة من طرف المملكة المغربية في إشارة المبادرة الأطلسية هذا كله يحمل يعني التقرير دي الأمي العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير واصل المغرب تكثيف تطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة يعني كلمات مهمة جدا هنا قد يندزوا المسؤولية لتأخير المفاوضات شكو اللي كيتحملها ولما نحمل أنطوريو جوترريس المسؤولية مهم بزافة الإخوان ركزوا بعينا هذه القضية ما حملهاش البوليزاريو وما حملهاش المغرب حملها للجزائر عشارة جوترريس لأن الجزائر استضافت احتفالات الذكرى 51 لتأسيس جبهة البوليزاريو في 10 ماي وأدانت موقف فرنسا من خلال سحب سافيرها في باريس كما أكد وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف على حق تقرير المصير خلال لقائه لماذا هذا الشيء نذكره الأمين العام قبل يعني لا يمكن أن تدير هذا الشيء كامل تحتج على فرنسا تحب السافر قبل تحتفل بالذكرى 51 لتأسيس جبهة البوليزاريو تدير الشيء كامل وتقول أنا بري أنا بعيد عن النزاع ممكن أنت هو النزاع بأم عيني خلال اللقائه مع المبعود الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة 27 فبراي 20 وهو مطلب لا يتعارب وخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب مع ذلك تستمر الجزائر التي تعلن حيادها في هذا النزاع في التصرف بشكل متزايد كطرف فاعل في الملف فهي تقسم بأغلظ الإيمان تقسم أعتذر بأغلظ الإيمان أمام المبعود الأممي نفسه بأنها لن تسعى إلى تسعيد ضد المغرب بينما تثبت الوقائع عكس ذلك تماما جزائر اللي تقول رحمها نصعدوش هي المصعد الأول هي سبب المشاكل هي من لجأت لي فرض هذا هو المعنى ذي للكلمة كل هذا دون مراعاة إصراء الأمم المتحدة على تذكير جزائر بمسؤوليتها مؤكدة على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الجزائر في عملية المفوضات ويقول أنتونيو جوتيريس أذكر أيضا بعقد مشاورات ثنائية غير رسمية وبناءة مع المغرب وجبهة البوليزاريو والجزائر وموريطانيا وأعضاء مجموعة الأصدقاء تحت رعاية من بعوثي الشخصي في نيويورك في مارس 2023 وهو إطار إضافي للبناء عليه وقد رحب به مجلس الأمن بشدة في قراره رقم 27-03 جميع قرارات مجلس الأمن التي تلزمها بذلك ومع ذلك فإن التزام جميع الأطراف المعنية تسمعهم زيان التزام جميع الأطراف المعنية بالنزاع هو الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى بداية حل حسب ما يؤكده الأمين العام للأمم المتحدة تكون لي ما يلتزمش الجزائر إذن تكون لي بغا يطولها بنزاع هذا الجزائر يضيف مسؤول الأمم قائلا وعرف عن أسفي لعدم التوصل إلى حل ملموس لتحسي العلاقات بين الجزائر والمغرب وشجعهما على إعادة فتح حوار لإصلاح علاقتهما وتجديد الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الإقليمية لا سيما بهدف خلق بيئة ملامسة للسلام والأمن ومع تزايد الأعمال العذائية من الجزائر ضد المملكة وآخرها فرض تأشيرات على المواطني المغرب كعلامة أخيرة فإن الأمر لن يكون سهلا من يعرقل عملية السلام من يعرقل الوصول لحلول من يخلق فتن في المنطقة نظام الكابرانات النهج العذائي للجزائر ينعكس بطبيعة الحال في تصرف وكيلها أو المفعول به كي نسميه جبهة البوليزاريو وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد إلى الدعوة التي أطلقها زعيم الميليشيات الانفصالية إبراهيم غالي 10 ماي الماضي لتكثيف وتعزيز الكفاح المسلح ولا تسهم طلقات النار المتقطعة التي تنفذها الجبهة في قواعدها في تندوف والتي أوردها قوتر ريس في تقريره في تهديئة الأوضاع يعني هنا المسؤولية تحمل للجزائر علاش إن الجزائر هي من يدفع البوليزاريو لفعل ذلك فكنضن أن كل شي توضح أولا هالتقرير دي الأمين العام للأمم المتحدة فضح بزف دي الأمور اللي الجزائر كتحول تهرب منها دبا كتنكاشف أمام العالم شنو بقى دبا بقى القرار دي المجلس الأمن اللي كان تضروه بفريق الصبر واللي غد يكون فعلا كيحمل معاني حقيقية وكذلك هاتشي هذا اللي كيوقع كله فاللحظات هذه أنا كنعتبره من الخير من الخير المملكة المغربية وخصوصا ما يريدون يعني الركوب عليه وهو القضاء الأوروبي أو الحكم القضائي دي المحكمة العدل الأوروبية قليل تسألوا الإخوان دبا ويقول لك ما هو حجم الطرر ديال هاذ الحكم القضائي على المغرب ما عنده تشي حجم ما ديكم من الأخر الإخوان اللي قد يتضرر فعلا بهذا الحكم القضائي هو اللي مشى السانف شكو اللي السانف فهذا الحكم هذا السانفات إسبانيا كون كل المغرب متضرر كون مشى السانف المغرب قال مرحبا ما كينش مشكل ما كينفاتح على أسواق جديدة ما كين أسواق جديدة ما كينفاتح عليها المغرب كتيرا إذن هاتشي هذا ما ضروش نزيدو نضيفو لإخوان واحد نسأل الحكم القضائي دي المحكبة العدل الأوروبية واش غدي حبس العلاقات دي المغرب مع دول الإتحاد الأوروبي لا هاتشي هذا معمرو غدي يكون علاش ورا خرجت إسبانيا وقالتها قالت كل المناورات اللي يعني كتحك ضد هاد العلاقات ره لن يغير من الأمر شيء للقضاء الأوروبي ولا أي شيء فعلا علاش لأن المصالح دي المحكمة العدل الأوروبية والحكم القضائي دي المحكمة العدل الأوروبية بالنسبة لي فرصة مهمة جدا للمغرب كيف هاشت الفرصة فرصة باش تنفتح المملكة المغربية أكتر على أسواق جديدة ربعا المرات كتكون يعني ربا ظارة نافعة كتكون قاس في بلاستك عايش في واحد من تقديل الراحة وما كتفكرش أنك تنوع الشركات ديالك علاش لأن كل شيء مسهل لك فمزيان جيهة الصفاعات هذي مزيان الإنسان يفيق من نوم دياله علاش باش تنفتح فعلا الأسواق الحقيقية اللي غدي تعاونك إلا كان غير يعني المنتوجات الفلاحية دي المغرب اللي يعطاها دبا القضاء الأوروبي 12 شهر باش تنفد الحكم أما الصيل بحريفة لا حديث عنه فألغي منذ مدوهي روسيا قد صيد السواحل بالصحراء المغربية بدون أي مشاكل وكين شراكات وكين المغرب بإمكانه أنه يصيد السمك دياله يبيعه بحرية كما يحلو له ومشغل تشي واحد يقول ليه سحراء ولا ماشي السحراء اللي بغي يقتنيرها كتير والدول اللي بغي تعاقد شاركت ديالها مع المغرب كتير وغير الخير ديالنا ميد ديالنا تهوى مهم وإفريقيا اللي تحلت له هاد الفرصة هدي وتحلت له هاد الباب المهمة جدا كذلك اللي محتاجها للأمن الغذائي تيادر كله صالح المغرب المغرب علاش قد تلقوا مناها تيادر صالحه المغرب جاتوا من الجنة والناس ما غادي يفرض قيود على صدير ما غادي يرتشي حاجة الأوروبيين جاوبوا مرسهم وفتعلوا الفعلة إذن المغرب عنده كل المبررات أنا ما لغيت حتى شي اتفاقية ديالي معاكم بالعكس بقيت في المصداقية وفي كل شيء فهنا طبعا الحال غادي نشوفو وزارة الخارجية شنو قالت ديال المغرب يعني وزارة الخارجية المغربية شنو قالت على هاد القرار هذا وزارة الخارجية قالت المغرب لا يعتبر نفسه معنيا بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقات الزراعية والصيد البحري هذا يعني كدت وزارة شؤون خارجية وتعاون إفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها تعتبر نفسها غير معنية بأي حال من الأحوال بالقرار الصادر عن محكمة العدل الاتحاد الأوروبي يومه الجمعة بشأن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري مشددة على أنها لم تشارك المملكة في أي مرحلة من هذا الإجراء وجاء في بلاغ لوزارة شؤون خارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تستعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بجمهة البوليزاريو المذعومة من الجزائر وأن المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه العملية وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيا بهذا القرار أضافت الوزارة في البلاغ ذاته أن محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مما يعكس جهلا تاما بواقع الملف وإلا فإنه إنحياس سياسي صارخ وأشر البلاغ إلى أن المحكمة سماحت لنفسها بالتدخل مكان الهيئات الأممية المختصة وتناقضت مع مواقفها المعروفة ومقارباتها الراسخة مشيرة في هذا السياق أن المحكمة البريطانية العلية أظهرت في قضية مماثلة تماما قدرا أكبر من التمييز والنزاهة والسيطرة القانونية كما أكد البلاغ على أن المغرب يطالب بأن يتخذ المجلس والمفوضي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام امتزاماتهم الدولية والحفاظ على مكاسب الشراكة وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب كشريك استراتيجي الاتحاد الأوروبي واختسمت الوزارة بلاغها بالتأكيد أن المغرب يجدد موقفه الثابت بعد الانخراط في أي اتفاق أو آدات قانونية لاحترام سلامته الإقليمية ووحدته الوطنية هذا هو الرد ديال ديال الحكومة المغربية وتحديدا وزارة الخارجية المغربية في بلاغ حصري لها فهنا شنو هي شكونا المتضرر الأول هاتشي اللي غني نشوفوه بعد الغاء بحكبة العدل الأوروبية اليوم جمعة اتفاقيته الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية في حكم نهائي يرفض طعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية وإسبانيا تحديدا ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 التي شملت أيضا المنتجات من الصحراء المغربية وسيكون لهذا القرار تأثير سلبي على الدول الأوروبية وشعوبها بالمواد الفلاحية والبحرية في الوقت الذي تتسابق لحديث من الدول عبر العالم وفي مقدمتها الصين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتوقيع شراكات مع المغرب في مجالات متعددة من ضمنها الفلاحة والصيد البحري والصناعة ومعلوم أن القرارات القضائية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تترتب عنها آثار سياسية أو ديبلوماسية بقدر ما ستؤثر على الدول المعنية بهذا الاتفاق وشعوبها داخل الاتحاد الأوروبي خصوصا وأن المغرب يفاوذ من موقف قوة إلى جانب ذلك فإن هذا القرار يجب أن يجعل المغرب يتجه نحو تنويع شراكاته الدولية خصوصا مع بريطانيا ودول الخليج وتركيز استثماراته وشراكاته مع الدول الإفريقية بيته الأصلي حيث حان الوقت أن تتمتع شعوب الدول الإفريقية الصديقة بخيرات المغرب تستفيد منها عبر هذه الاتفاقية لسنوات قبل أن يأتي قرار ليحرمها منها وكنتشوف أن هناك يعني واحد سرور وفرح عند أصحاب الأصابع الزرقاء وش معارفينش بأنكم تنتو ما تتدروا من هذا القرار هذا وش معارفينش أن الطماطم المغربية كنت كتدز لبارساي فرنسا وكتعاود تحول تصدير ديالها لكم وش ما في برسكمش أن حتى موريطانيا منعات أنها تصدر الخضر المغربية وغير بالفن بلا ما يحشر نفسه المغرب فهذه القضية كما حشرتون نفسكم في الغاز ديالكم المسموم أنه ما يدوش المغرب ولا يشري في مغاربة استعمال أي شيء قادم من جهتكم هذا هو الواقع فهنا صراحة كما كنقولها دائما هذه فرصة مهمة وحنا كنتحدث على الفرص فرصة أخرى مهمة جدا أتاحها الاتحاد الأوروبي للمغرب والمغاربة اليوم كما عارتوا الإخوان كنت منافسة ما بين المغرب وما بين إسبانيا على الصين لي جعل من الصين من المغرب أو من إسبانيا بوابة الصين نحو إفريقيا أوروبا وأمريكا كما قلنا سابقا تواجد ديالإسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي كيلعبش دائما صالحها كيلعب في أحيانا صالحها كيلعب ضدها كمايلعب ضدها بإلغاء اتفاقية صيد البحري مع المغرب اللي كانت مهمة هو العبض ضدها كذلك فيما يخص يعني رفض الرسوم الجمهوركية فرض أعتذر الرسوم الجمهوركية على السيارات الصينية بعد فشل الدول المترددة في إيقافها فدب اتحاد الأوروبي قرر أنه يستمر فرض الرسوم على الصين ولم يعود للصين سوى المغرب بهذا القرار هذا اللي اخذاته دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن الحكومات الأوروبية اليوم جمعة من إضافة أغلبية كافية سواء مع أو ضد تعريفات الجمهوركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين مما يمنح المفوضي الأوروبي القدر على اعتماد القرار نهائي في الأيام المقبلة الذي يجعل تعريفات الجمهوركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤقتا منذ يوليوز الماضي دائما وهذا شيء هذو اللي كترفضه الصين تعبير من علش أنه يضرب المصالح ديالها بعتشكل كبير ونحو أمريكا ونحو أفريقيا هذا هو الغرض دي الصين وزيد أضيف إلى ذلك التفاقية ديالتجارة الحرة ما بين المغرب وما بين أمريكا كتخلي المغرب يكون أحسن وجهة للصين في أحد اللحظة اللي فعلا المغرب سيبدأ كينوع الشركة زيرو في التصويت صوتت خمس دول فقط ضلد اقتراح بريكسيل لجعل الرسوم دائمة يلا خمسة ديالدول لصوت الضد بما في ذلك ألمانيا التي تخشى عواقب حرب تجارية مع بيكين وبالإضافة إلى ذلك وكما ذكرت مصادر ديبلوماسية مختلفة وكانت أوروبا بريس امتنعت إسبانيا وأحد عشر بلدا آخر عن التصويت بينما صوتت عشر دول أخرى لصالحه ولمنع قرار بريكسيل بالموضي قدما في فرض ضريبة تطلب الأمر وجود كتلة من خمستاش لدولة عضو على الأقل كتمتل خمسة 60% من سكان تكتل ديالشينغن فضاء الأوروبي المشترك اجتمع خبراء من 27 في بريكسيل للتصويت على الاقتراح الرسمي للسلطة تنفيذ الاتحاد الأوروبي لتوحيد التعريفات المؤقتة والتي ستستل بقواعد الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأنها بشأن ما إذا كانت ستصبح دائمة قبل 30 أكتوبر هذه فرصة من الفرص التي كتتاح طبيعة الحال للمغرب فضاء اللحظة هذه ونزول الخبر الأخير المتوئين الكرام هنا قد نمشي للأقلام المأجورة وللأصابع الزرقاء وللصحافة الصفراء التي ستربص بالمغرب كما عرفت الجميع تدوين ديالزياش اللي أطارت جزل كبير ببيد معارض ومؤيد ما بين يعني من يراهن على حرية التعبير وقال أن هذاك لعب كرة قدم يدير اللي يبغى وانا بين الناس اللي قلتها كذلك قلت هذاك لعب كرة قدم مشي ديبلوماسي باش أنا ناخد التعبير ديالو بعين الاعتبار هو بحاله بحال باقي المغاربة اللي كانوا ضحية ديال أخبار يعني زائفة سيد يعني دراية ديالو بالسياسة متواضعة وعلى لأنها منشغل كرة القدم وكيلعبوا هذاك والميذان ديالو وكرة القدم طبعا طبعا الحال أنا ما كيهمنيش من هذه الشيئة الكامل من غير الرأي الرسمي المغريبي يعني كانوا ضحية المغريب كبلاد كدولة كمؤسسات واش فعلين غد يتعاقب زياش ولا الله طبعا الحال وهذا شيء هذا كان منتظر من الأقلام السفراء المأجورة من الأصابع الزرقاء اللي مقابل المغريب على أي حاجة وقلناها سابقا قلناها غدتبدا يعني محاولات شوية الصورة ديال المغريب والمغاربة بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال فتصوروا معي أن السيد موصب وكل شيء عارفه موصب وكل شيء يشاف آخر مبارا دياله على المنتخب المغريبي اللي تصاب فيها واللي يخرج من وصف اللعب كذلك مش يغيب وحده هناك براهيم دياز اللي موصب كذلك فمالقاوش هما من هاتش هذا كامل غير زياش يقولوا أن المغريب عقبوا وأن المغريب أنا قد ينتحداهم ده بفضل لحظة هذي كان تحداهم متحدي حقيقي أي لاعب ديالكورة القدم في الجزائر في المنتخب الجزائري يخرج ويقول صحراء مغريبية ويقول صحراء مغريبية إلا عود حتى رجلو في ذلك المنتخب هذا وخي يكون أكبر هدف في الجزائر هوجه هوجههم وكان تحداهم المغريب وما زل غادي تشوفوا زياش كيلعب في صفوف المنتخب الوطني المغريبي أيها الأقلام المأجورة اللي ضربتوا القيم ديال الصحافة عرض الحائط واللي ما كتعرفوش شنو هو الإعلام والحياذ كالدعم العسكر اللي قاس كيصرف الأموال لدي الشعب الجزائري على قضية لا تلزمه لا من قريب ولا من بعيد كما تمت إشارة إلى ذلك في موضوع سابق كشف الناخب الوطني وليدر جراغي أمس الخميس عن قائمة النهائية لـ 25 لاعب التي اختارها لمواجهة منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى المقرر إجراؤها يومي 11 و 15 أكتوبر بمدينة وجدة وشهدت اللائحة غياب كل من نجم الريال مدريد إبراهيم دياز وزميله حاكم زياش لاعب غلطة ساراي بسبب الإصابة التي تعرض لها تباعا ووفق ما أكده الناخب الوطني وليدر جراغي الذي أشار إلى أن الطاقة الطب للفريق الوطني في تواصل مستمر مع اللاعبين من أجل معرفة تطور وضعهما الصحي المثير في الموضوع أن الإعلام الجزائري المسموم المأجور لنظام الكاميرانات لم يفوت فرصة غياب زياش مؤقتة عن كتيبة الأسود بسبب الإصابة من أجل تصريف أحقاده تجاه المملكة المغربية عبر الترويج لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة مفذها أن اللاعب تمت معاقبته من قبض السلطات المغربية التي قررت استبعاده عن الفريق الوطني بسبب تدوينته الأخيرة التي هاجم فيها الحكومة بسبب قضية الفلسطينية وهو خبر عالي تماما من الصحة وفق ما أكدته مصادر مقربة من محيط الجامعة ومعلوم أن زياش كان قد تعرض خلال آخر تربص للأسود شهر ستنبر الماضي لإصابة غيبته عن الميادين لمدة طويلة ولم يعد إلى التدريب رفقة فريقه التركي إلا قبل أيام قليلة ما جعل الرجراغي يستبعده مؤقتا عن الفريق الوطني في انتظار تعافيه تماما من الإصابة في أفق أن يستعيد مكانته الأساسية خلال المواجهات القديمة من جانبه لم يبدي زياش أي رد فعله هذا فعلا كان عاتب عليها إلا ما عاتبتش على التدوينة في الحال إننا ماشي شغالي نهائيا كان عاتب على الأقل إلا شتي انت بلادك مستهدافة من طرف إعلام يعني موالي للنظام العسكر فعلى الأقل توضيح للرأي العام تنوير للرأي العام تخرج بتدوينة وتقول أن الأمر عاري من الصحة وأنا راني الإصابة هي من أبعدتني في هاتي شي حاجة متحيد للبس لكن زياش اختار أن لا يقوم بأي ردة فعل عقبة عدم سدعائه لمواجهة وانتخب إفريقيا الوسطى وهو دليل كافي على أن الأمور تسير بشكل طبيعي بعيدا عن بعيدا عن كل الترهونات والأخبار الزائفة التي يحاول إعلام الكابرانات ترويج لها بهدف المس بصورة المغرب والسمعات المغرب فأنا هذي يعني النقطة الوحيدة التي تمني تكون زياش فعلا كيف مدر تدوين دياله أبر على الرأي دياله كما يقول الحقيقة والواقع ما غير خسرت شي حاجة تنويرا للرأي الألعاب تحياتي لكم الإخوان كنت شكركم على حسن المتابعة الهتما بدلكم للدعم دلكم المتواصل لقناتنا ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر موضوع القرص كونوا دائما في أحسن الأحوال تنمشوا في العلية الله السلام عليكم اشتركوا في القناة